لنذهب إلى معجم رجال الحديث لنرى ماذا يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث في حديثه عن علي بن محمد بن سيار وعلي بن محمد بن سيار هو أحد شخصين أملأ عليهما الإمام العسكري تفسيره الذي يسمونه التفسير المنسوب حين يطبعون هذا الكتاب الآن هذه النسخة التي بين يديه التفسير المنسوب يعني ليس تفسيرا قد ورد عن الإمام العسكري وإنما نسبه من نسبه التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري إلى أن يقول السيد الخوئي بعد أن يذكر التضعيف لهؤلاء الذين أملأ عليهم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بعد التضعيف والحديث عن مجهولية حالهما ماذا يقول السيد الخوئي؟ بالنتيجة ما هي الخلاصة؟ ما هو رأيه في تفسير الإمام الحسن العسكري؟ يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام؟ قطعا يتحدث عن عالم محقق عن نفسه يعني السيد الخوئي يرى في نفسه بأنه يجل أن يكتب تفسيرا كهذا التفسير فكيف بالإمام صلوات الله عليه؟ فهو قد حكم على هذا التفسير بالإعدام إعدام كامل أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام؟ الحلقة القادمة سيكون الحديث فيها في أجواء هذا الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإعدام هذا الكتاب بإعدام تفسير الإمام الحسن العسكري إذ أنه يستبعد أن يكون هذا التفسير من عالم محقق فكيف يكون هذا التفسير؟ قد صدر من الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وللعلم هذا الرأي هو الرأي المتبنى في المؤسسة الدينية في الوقت الحاضر